أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا لهادي الأمين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين مشاهدين لك كارم مشاهدي قناة كربلاء الفضائية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد وحلقة جديدة من برنامجكم دولة الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه وملامح المشروع السياسي لدولته المباركة دعاء الندبة أنموذجا في جزئه العاشر سعد الله تعالى أيامكم بولادة قمر من الأقمار الشعبانية سيدنا أولانا علي الأكبر صلوات الله وسلامه عليه شهر شعبان المبارك شهر رسول الله صلى الله عليه وآله وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن حفيده الإمام الصادق قال شعبان شهري وشهر رمضان شهر الله ومن أبرز مصاديقي هذا الشهر هو تعميق العلاقة بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته عليهم أفضل الصلاة والسلام وهذا العمق الذي لا بد أن نواكبه في قضية مودتنا للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وقد أشارت إليه الآية المباركة ذلك ومن يعظم شعائر الله أو ذلك الذي يبشر الله به عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة وقد جعلها الله سبحانه وتعالى هذه المودة هي ميزان الحسنات ثم قال صلوات الله وسلامه عليه في قضية هذه الآية المباركة أنها في تعقيبها ومن يقترف حسنة نزد له حسنا إن الله غفور رحيم إن الله غفور عفوا شكور كل هذه الامتيازات التي أولاها الله سبحانه وتعالى لنبيه الأكرم ولأهل بيته تجلت في واحدة من نعمه ألا وهي ولادة الأقمار الشعبانية ومن هذه الولادات هي ولادة علي الأكبر صلوات الله وسلامه عليه إذن صفات علي الأكبر مشروع الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه مقدمة لمشروع الإمام الحج عجل الله تعالى فرجه وما سنتوقف عنده في هذه الحلقة لكن ابتداء دعوني ورحبوا بضيف سماحة الشيخ حسنين خاقانه ومرحبا به ضيفا عزيزا علينا سعد الله تعالى أيام أسعد الله أيامكم المباركة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله يحفظكم حالكم السلام ورحمة الله وبركاته سماحة الشيخ يعني ابتداء قلنا من الأنوار الشعبانية ولادة علي الأكبر ابتداء صفاته وشمائله نعم صلوات الله وسلامه عليه بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأسكى التسليم على أشرف الأنبياء والمرسلين مشكات أنوار رب العالمين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين السلام عليكم وعلى المشاهد الكريم أسعد الله أيامكم المباركة بولادة الأقمار الطاهرة صلوات الله عليهم أجمعين ونحن نعيش في هذه الأيام هذه المناسبات الكريمة العطرة التي ننهل منها معالم الدين وقيم الإسلام وهي محطات عقائدية نتزود منها قيم وتربية وكما عبر القرآن الكريم أن الأسوى بالنبي وأهل بيته الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين رسول الله قرنهم بمحكم القرآن إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتين وأيضاً النبي الأعظم صلى الله عليه وآله يبين أنهم كسفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها هوى وغرق وأيضاً القرآن الكريم يقول تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ولذلك هذه المناسبات لا تمر علينا مرور الكرام يعني عندما نتحدث عن شخصية مباركة أعدها بيت النبوة وبيت الدين لهذه المسؤولية العظيمة أنه رائد وكذلك معلم في المدرسة الحسينية علي الأكبر صلى الله عليه الذي عبر عنه المعصوم وهو يعني ما يقول عليه السلام أنه أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وآله بجده المصطفى صلى الله عليه وآله خلقاً وخلقاً ومنطقاً يعني هذه في الحقيقة أنه لا بد من الاستضاح ولا بد أن نتملى من هذه البيانات الحسينية الشريفة في علي الأكبر صلى الله عليه أنه لو أردنا أن نتحدث طويلاً لكن اختصرها سيد الشهداء في هذه الثلاثية وفي هذا البيان لولده علي الأكبر صلى الله عليه دعوني أنه أذكر أبيات ذكرها بعض الأبيات سريعاً ربما ثلاثة أبيات ذكرها المحقق المقرم قدس الله روحه الزكية سيد عبد الرزاق المقرم وفي كتابه علي الأكبر عليه السلام هذا الكتاب القيم لهذا المحقق الجليل هذه الأبيات جمع الصفات الغر وهي تراثه علي الأكبر عليه السلام جمع الصفات الغر وهي تراثه من كل غطريف وشهم أصيدي في بأس حمزة في شجاعة حيدر بإبل حسين وفي مهابة أحمدي وتراه في خلق وطيب خلائق وبليغ نطق كالنبي محمدي صلى الله عليه وعليه اللهم صلي على محمد وآهل محمد فعندما نأتي إلى علي الأكبر عليه السلام أشبه الناس برسول الله خلقاً يعني جمال النبي الهيئة الظاهرية جمال النبي ولذلك يذكر الرواة بأن النبي صلى الله عليه وآله مر أعرابي فرأى النبي فأخذته هيبة النبي صلى الله عليه وآله فخاطبه هوا عليك أن ابن امرئ كانت تأكل القديد بمكة في روايات ولذلك حريئاً يعني عندما نمر بسيرة النبي صلى الله عليه وآله أن نأخذ البيانات المهمة يعني كل سيرة النبي هي مهمة عظيمة معالم للدين والهداية ولذلك أنه ينبغي أن نأخذ من هذه السيرة العطرة من أخلاق النبي سيرة النبي خلق النبي وسيد الشهداء يؤكد على هذا البيان أنه أشبه الناس برسول الله خلقاً من الهيئة الظاهرية ولذلك علي الأكبر عليه السلام كان كما يصف الرواة يتضوع منه العطر المسك والعنبر وكان مهابة علي الأكبر عليه السلام نحن عندما نأتي إلى عمه الإمام الحسن المجتبى صلى الله عليه صلى الله عليه عندما نأتي إلى حديث النبي يبين أنه من سؤدد الإمام الحسن صلوات الله عليه أنه له بعض الشماء للنبي صلى الله عليه وسلم حسين الإمام الحسن عليه السلام له سؤددي له هيبتي أن الحسين له جرأتي وشجاعتي ولذلك علي الأكبر عليه السلام هو وارث هذا البيت الطاهر يعني من عمه ومن أبيه ومن جده وجده الأعظم النبي الأعظم صلى الله عليه وآله ومن هنا ملاحظة مهمة نعم نحن عندما نؤكد على هذه الرموز في الملحمة الحسينية والشخصيات الطاهرة لابد أن نستوقف أيضا في هذه الملحمة الحسينية الإمام الحسن صلى الله عليه الحسن والحسين وفي هذا الدعاء ربما يأتي أين أبناء الحسن أين أبناء الحسين مصالحهم بعد صار تشابك هذا النور نعم بين الإمام الحسن والحسين نعم و لذلك لا بد أن نقرأ نور الحسين في الإمام الحسن صلى الله عليه وسلم و نور الحسن في الإمام الحسين و أن نقرأ علي الأكبر عليه السلام في سيرة عمه و أبيه و جده أمير المؤمنين و جده النبي الأعظم صلى الله عليه وآله هذا مما لا شك فيه سماحة الشيخ لأنه من فرع واحد من أصل واحد و أصل واحد و نور واحد حتى لا يغيب هذا الدور نعم التأكيد عليه سيأتينا إن شاء الله و ولادة الإمام الحسن صلى الله عليه وسلم و سنسلط فيها الكثير جزاكم الله خير الجزاكم الكثير عن الإمام الحسن نعم فنلاحظ أنه خلقا في الهيئة الظاهرية في جماله يشبه جده النبي الأعظم صلى الله عليه وآله و خلقا أنه نجد القرآن الكريم من مدائح النبي صلى الله عليه وآله و هذا طبعا لا تجده لأي أحد من الأنبياء هذا المديح العظيم و إنك لعلى خلق عظيم القرآن الكريم من مدائح النبي و سؤدد النبي صلى الله عليه وآله مثل الأنبياء عليه السلام ذكر القرآن لهم سؤدد نعم و ذكر لهم أوصاف متعددة إلا أن النبي صلى الله عليه وآله من المعالم العظيمة في خلقه و في شمائله و في بيان هذه الشخصية و إنك لعلى خلق عظيم و لذلك رسول الله صلى الله عليه وآله يقول إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق مكارم الأخلاق هناك أخلاق لكن لها مكارم لها فضائل لها معالي و الذي يتممها هو النبي صلى الله عليه وآله و لذلك سيد الشهداء عليه السلام يروي عن جده النبي صلى الله عليه وآله إن الله يحب معالي الأمور يعني الإنسان يتزود خلقا في كل يوم لابد حتى أنه في بيانات النبي صلى الله عليه وآله مضمونها من تساوى يومه فهو مغمون يعني لابد أن و هذه الأخلاق كونوا لنا زينة كونوا لنا زينة الإمام الرضا يعني دائما ما يحث ما يحث حذبونا إلى الناس نعم حتى يقال هذا خلق جعفر بن محمد رحم الله جعفر بن محمد الصادق نعم حتى الناس تتعرف على خلق الدين خلق النبي خلق الإسلام من خلال يعني كونوا دعاة لنا صامتين نعم من خلال أفعالكم من خلال سلوككم من خلال تعاملكم الدين المعاملة إنما الدين المعاملة الدين الصدق نعم الدين الوفاء نعم ولذلك القرآن الكريم يبين أن هناك خصائص للمؤمنين أيضا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هون وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام ويبين القرآن الكريم كيف يبيتون لربهم سجدا وقياما يتضرعون يزيدهم خشوعا كثير من معالم هذه ترتبط بعلم الأخلاق وعلم الأخلاق طبعا للفائدة وللمشاهد الكريم معذرة أيضا علم الأخلاق قد نتصور أنه عندما نتحدث عن الأخلاق لبعض مثل يقول يعني ما معنى علم الأخلاق نعم سأت لما تقول واحد يعني أنا ما عندي أخلاق لا موه الشكل علم الأخلاق هو العلم الباحث عن الفضائل النفسانية كيف أن تجعل فيها توازن في ملكات النفس يعني لا إفراط ولا تفريط لا بد أن يكون هناك توازن في قوى النفس نعم يعني هناك اعتدال في ملكة الغضب في ملكة الشهوة في القوى العاقلة هناك كتب يعني اللي تخصصت في ذلك ربما ولعله كتاب من الكتب القيمة اللي يعني أدرج فيها الباحث المحقق سيد مهدي الصدر رحمة الله تعالى عليه في كتاب أخلاق أهل البيت عليهم السلام وبحث المعالجات لقضية الحسد الغيبة الأمراض الخلقية الاجتماعية اللي الآن يضج المجتمع ويأنه من ويلات هذه الأمور واقعا نحن عندنا بعد في هذه يعني القضية قضية معالجة اسمحوا لهذه الدقيقة فقط نحن من خلال علي الأكبر عليه السلام من خلال هذه الشخصية الحسينية أنه نقرأ باب من أبواب الرموز الحسينية وبيت الدين والإمامة لننهل من نورها من عطائها من علي الأكبر عليه السلام الذي يقول عنه سيد الشهداء أنه أشبه الناس بجده خلقا وخلقا ومنطقة خلقا هذا الخلق السامي العظيم الذي يتربى من خلاله المؤمن على قيم الإسلام قيم القرآن وينهل حتى أنه نجد دعاء عن الإمام زين العابدين عليه السلام دعاء مكارم الأخلاق هذا الدعاء الشريف نعم في كل فقرة من فقراته ومدرسة و لذلك الصحيفة السجادية هي باب للأخلاق باب لمعارف الدين هناك أدعي يتعنى بمكارم الأخلاق هناك أدعي يتعنى بتربية القلب و النفس حتى أن القرآن الكريم عرج على باب خطير و مهم فويل للقاسية قلوبهم يعني الإنسان إذا ابتعد عن ذكر الله و عن تهديب النفس لا سامح الله يقع في قسوة القلب و يكون بأنه أخلاقه أخلاق بعيدة عن الدين لا سامح الله حتى ورد أن صاحب الخلق الحسن له مثل أجر الصائم القائم يغدو عليه و يروحه أكملكم إيمانا أحسنكم أخلاقا الموطؤون أكنافا الذين يألفون و يؤلفون و توطأ رحالهم هذا معلم من معالم الدين عظيم تعرض إليه المل محسن الفيض في كتاب المحجة البيضاء النوراقي في جامع السعادات و مصنفات أخرى كثيرة لأعلامنا بالتالي فإذا بعض صفاته و شمائله صلوات الله عليه و أشبه الناس خلقا و خلقا و منطقا بالتالي سمحت الشيخ يعني هل ولادة هذه الأقمار الشعبانية في شهر النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم شهر شعبان الذي يصفه بأنه شهري هل هي صدفة أم كانت لغرض الآخر طبعا هذا تقدير و تقنين و هناك إعداد من السماء لا بد أن إنا كل شيء خلقناه بقدر الله عز وجل هناك تقنين إلهي يعني هذا الإعداد في بيت الدين و في بيت الرسالة هذا كل إعداد إلهي و كذلك إعداد من بيت النبوة لهذه الرموز لتكون أهل لهذه المسؤولية لتكون أحسن الله إليكم لتكون معلم من معالم النهضة الحسينية بل من معالم الدين النهضة الحسينية أريد لها أن تكون خالدة ببقاء و خلود الإسلام و خلود القرآن لأنها كانت من أجل الله و في الله فبالنتيجة أن هذا إعداد هذا لا يوجد قضية أنه عفوية نعم و قضية أنه بلا حساب لا هناك تقنين إلهي هناك نظام إلهي هناك إعداد من بيت النبوة لهذه الرموز العظيمة في بيت الدين و في بيت النبوة بالنتيجة أنه عندما نمر بقضية هذه الأولادات الشريفة و في شهر شعبان هذا إعداد له إعداد نعم هذا له يعني باب عظيم لمعرفة أسرار هذه الشخصيات و معرفة الدين و أهداف الرسالة و بالنتيجة عندما نأتي إلى هذه الشخصيات الذوات الطاهرة هي باب لمعرفة النبوة لمعرفة القرآن لمعرفة الدين هي باب أن نتعرف على شمائل النبوة عندما يتحدث النبي الأعظم صلى الله عليه وآله هذا لاحظ و منطقة و منطقة خلقا و خلقا و منطقة و منطقة منطق النبي صلى الله عليه وآله هذه معادلات يبينها المعصوم عليه السلام أبداً مو معادلات لا سامح الله بلا حساب و إنما معادلات معصومة و بيان عظيم للمعصوم عليه السلام منطقة منطقه صلى الله عليه و لذلك عندما نتعرض إلى منطق النبي صلى الله عليه وآله هذه قضية كيف كان منطق النبي صلى الله عليه و هذا هو حديث برمته هذا بروح الحديث يحتاج إلى بيانات عظيمة لمعرفة النبي صلى الله عليه وآله إذن بالتالي فإذا ولادت الأقمار الشعبانية إنما كانت تخطيطاً إلهياً إعداداً إلهياً خصوصاً في شهر شعبان شهر النبي صلى الله عليه وآله و هو إعداد و تمهيد لشهر رمضان لكي يلج فيه المؤمن و يتهيئ إلى ضيافة الله إلى رحمة الله يعني هذا إعداد لشخصية المؤمن لقاعدة عقائدية تربوية منهجية سلوك و أخلاق و أدد و تربية و هذا من يطل عليه دعاء الندبة الشريف الذي نحن بصدده نعم ولدت عن المعصوم صلى الله عليه و سلام عليه و الإمام الحسين في حق ولده علي الأكبر أنه أشبه الناس خلقاً و خلقاً و منطقة كما قلنا في بداية النبي برسول الله صلى الله عليه وآله و سلم و كنا إذا مشتقنا إلى رؤية رسوله نظرنا إلى وجهه بالمقابل فإن النبي صلى الله عليه وآله و سلم يقول بحق المهدي عليه السلام المهدي من ولدي اسمه اسمي و كنيته كنيتي أشبه الناس بي خلقاً و خلقاً و خلقاً يعني ما دلالات هذين الحديثين و ما أبعدهما؟ نحن عندما نأتي إلى قضية المعصوم عليه السلام لها حساباته الخاصة معصوم بعد إلى دلالات عليه و الأكبر عليه السلام هذه الشخصية شخصية استفاء إعداد في بيت الدين و النبوة إلا أن الإمام الحج أرواح نافداه المدخر بقية الله في أرضه المدخر لهذه المسؤولية العظيمة لدولة تحمل طموح الأنبياء عليه و السلام و طموح رسالة النبي صلى الله عليه وآله هذا الإعداد من النبي صلى الله عليه وآله أشبه بي خلقاً و خلقاً بل أنك تجد في الإمام الحج أرواح نافداه صلى الله عليه كل خلق الأنبياء و شمائل الأئمة عليهم السلام و كذلك الرحمة التي تحف بالإمام صلى الله عليه و سلامه عليه عندما تقرأ في الروايات أن تحن إليه أو يحن إليه المؤمنون كما تحن الطيور إلى أوكارها هذه الشخصية العظيمة شخصية الدين و شخصية المعرفة الإلهية هذه الشخصية المغمورة بالنور و العبادة و التفاني في الله هذه الشخصية التي عطاؤها من النبي صلى الله عليه وآله إعدادها من بيت الدين و النبوة دلالاتها أن هذه الشخصية فبعاً في علي الأكبر عليه السلام هذا إعداد يبين رموز و كل نحن إلى جنب حرم سيد الشهداء صلى الله عليه نلوذ بضريحه الأقدس كل الرموز الذين خرجوا مع سيد الشهداء لهم مقاماتهم علي الأكبر له مقامه صلى الله عليه كل هؤلاء لهم علاقة بالسماء كانوا علماء فقهاء قراء القرآن و كان لهم ذلك العطاء يعني عندما نقرأ عن حبيب ابن مظاهر الأسدي في بيان سيد الشهداء له صلى الله عليه أنه كان يقرأ القرآن في ركعتين شمو هذه الشخصية يعني شخصية التفاهم في الله شهادة من المعصوم شهادة من المعصوم شيخ الأمصار شيخ الأمصار حبيب ابن مظاهر الأسدي مسلم ابن عوسج برير ابن خضير زهير ابن القيل و هكذا هذه الرموز الحسينية العظيمة عندما نقرأ في علي الأكبر عليه السلام طبعاً لا يخفى أيضاً أن علي الأكبر لقباب الأكبر عليه السلام لأنه أكبر من الإمام زين العابدين في يوم كربلا لأنه على ما ذكره المحقق السيد عبد الرزاق المقرم عن مصادر متعددة من المتقدمين إذا نرجع إلى الشيخ المفيد و إلى أعلام كبار رضوان الله عليهم أن عمره يوم الطف سبعة وعشرين عام لأن الإمام زين العابدين كان خمسة وعشرين ثلاثة وعشرون سنة و علي الأكبر عليه السلام يكنى بأب الحسن عن الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام يقول إذا زرته رواية فقل السلام عليك يا أب الحسن يكنى بأب الحسن صلوات الله عليه و أمه ليلى ابنة أبي مر ابن عروة ابن مسعود الثقفي و كان جده من الشهداء نعم من الدعاة إلى رسالة النبي صلى الله عليه لذلك أحد المعنية لآية المباركة لو لا أنزل هذا القرآن على رجلا من القريتين عظيم هذا أحد هؤلاء العظماء المعنية في الآية المباركة شخصية لها اعتداد بتالفة امتداده امتدادا نورانيا نورانيا من بيت الدين ونبوه حسن دعي توقف على هذا المقدار سمع الشيخ ثم نعود لإكمال هذه الحلقة أعزائي المشاهدين كونوا معنا ولكن بعد هذا الفاصل ترجمة نانسي قنقر 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 أعزائي المشاهدين يعني في حوار بين الإمام الحسين عليه السلام وابنه الأكبر أن الإمام علم أن الإمام يعني علم ما جرى بعدما علم ما جرى على مسلم بن عقيل صلواته الله وسلامه عليه في الكوفة يقول السمع الأكبر أباه الحسين يقول إنا لله وإنا إليه راجعون إني خفقت برأسي فعن لي فارس وهو يقول القوم يسيرون والمنايا تسري إليهم فعلمت أنها أنفسنا قد نعيت إلينا بالتالي هذا الحوار الذي يأتي فيه علي الأكبر صلواته الله وسلامه عليه إلى أبا أبا مستر جاءت يقول له أن أننا ربما نعيت إلينا أنفسنا وهو يقول إذن لا نبالي أوقعنا على الموت أما وقع الموت علينا جزاه الإمام الحسين صلواته الله وسلامه عليه ما الذي تمثله هذه الوثيقة التاريخية للحياة والممات هذا أولا ثم ما أثرها يعني ودورها في إحياء المشروع الرباني نعم أحسنتم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي على محمد وآله محمد نكرر أنه لمشاهد الكريم أن الحديث عن هذه الشخصية وهذه الشخصيات واقعا يعني يحتاج إلى حديث مفصل عنها نعم لكن لهذه يعني العجالة ربما أنه لمحات من سيرته الطاهرة من معالم الهداية التي تكون لنا زادا في الدنيا والآخرة إن شاء الله تعالى والحديث عن علي الأكبر عليه السلام بعد بيان سيد الشهداء صلوات الله عليه نلاحظ أن الإمام عندما برز علي الأكبر نلاحظ كيف قرأ هذه الآية إن الله اصطفى آدم حسين الإصطفاء نعم لاحظ سيد الشهداء عليه السلام إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالم ذرية بعضهم من بعض كيف أن الإمام صلوات الله يبين يعني ارتباط الإصطفاء بهذه الملحمة الحسينية وبعلي الأكبر صلوات الله عليه ثم الإمام عليه السلام يبين خصائص وشمائل هذه الشخصية ثم الإمام صلوات الله عليه يدعو عليهم بأنهم قطعوا رحمه قطع الله رحمك يا ابن سعد كما قطعت رحمي ولم تحفظ قرابتي من رسول الله صلى الله عليه وآله هذا بيان لعظم هذه الفاجعة وعظم هذه الشخصية وهذه الشخصية شخصية علي الأكبر يعني قراءتنا لشخصية أب الفضل لمسلم ابن عقيل وهكذا رموز شهد لها المعصوم القاسم ابن الإمام موسى بن جعفر عليه السلام شخصيات اصطفاء قاسم ابن الإمام الحسن قاسم ابن الإمام الحسن أيضا في ولادته هذه الشخصية العظيمة في عطائها العظيمة في بيت النبوة الكبيرة الدور في كربلاء نعم التي لها معالم للإباء والشجاعة والعنفوان والتفاني في الله عز وجل وبيان ظلامة سيد الشهداء ظلامة بيت الدين والنبوة وإظهار كذلك أن هذا البيت اعتدي على حقه وعلى أنه هيبة هذا البيت الطاهر الذي أعده رسول الله صلى الله عليه وآله أمنا وأمانا للمسلمين وكذلك للعالم أجمع فبالنتيجة عندما نسمع هذا الحوار عن سيد الشهداء هو أن هناك أبيات تقول كم من سائل عن أمره وعالمه يعني علي الأكبر عليه السلام يقول لسيد الشهداء صلى الله عليه وملؤه الإيمان واليقين ملؤه التفاني واليقين نعم يعني نحن كبقى بالقليل أنه على مسامعكم الشريف نمر على هذه الشخصيات هذه الشخصيات من فقهاء أهل البيت السنة السنة الله إليكم يعني بيت أعدها بيت الدين والنبوة لهذه المسؤولية عن وعي وعن علم وعن بيان وعن تفصيل لكل جزئيات ما يجري وقراءة ما يأتي في المستقبل ولذلك سيد الشهداء صلى الله عليه عند خروجه وعند ملحمته الطاهرة هو يعلم صلى الله عليه ما يقول إليه لأنه بعض الكتاب حاول أنه يقول الحسين غرر به صلى الله عليه هذا كلام أبدا وكلام علمي هذا كلام مصحيح هو سيد الشهداء عندما خرج وهو يقول عليه السلام كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلة وخير لي مصرع أنا لاقي ولا يعلم من هو حديث القارورة مع أمي سلام حديث القارورة رسول الله يقول إنك ستقتل هذا إعداد بهذه الرموز حديث أمير المؤمنين صلى الله حديث أمير المؤمنين صلى الله عليه عندما شمت تربة وأخذها أن هذه تربة يعني يحبها من نتيجة إعداد من نتيجة إعداد وكذلك تهيئة للمسلمين تهيئة لمن يأتي وكذلك تهيئة لنا نعم أن المجتمع بحاجة إلى أرضية لدولة صاحب الزمان سنت ويطل على شخصية علي الأكبر وتضحية علي الأكبر نعم الشباب الذين لهم الدور الريادي في بناء المجتمع نعم الملحمي في الآن في ثقافات سيكون لهم دور في دولة الإمام الملك حفوال أستاذ حتى صلوات الله حتى لمن يقرأ في تاريخ الثورات العالمية الثورة الفرنسية نعم الأحرار اللي يهدموا سجن الباستيل وغيره وغيره شوف لاحظ دور الشباب الآن في الفتوى المباركة للمرجع الأعلى الدفاع الجهاد الكفائي نعم عفظ الله سماحة السيد المرجع الأعلى وفقهاءنا الأعلام كيف كان لهم الدور الريادي في التغيير والعطاء والتفاني كذلك هذه دعوة أيضا إلى الشباب أن يلتحموا مع هذه الشخصية فكريا أقائديا تربويا سلوكيا منهجيا عبادة تفانيا في الله عندما يخاطب يعني هذه تربية معالم للدين معالم للعبادة احنا كيف أنه وهي ثمارات مشروع رسالة كبيرة لا بد أن يتحقق لا بد أن يتحقق وهذا المشروع هو نور يسري ذرية بعضها من بعض نور يسري إلى دولة صاحب العصر والزمان أين الحسن أين الحسين أين أبناء الحسين صادق بعد صالح وصادق بعد صادق إلى آخره ثم يقول أين السبيل أحسنت أين السبيل وبعد السبيل أين الخيرة بعد الخيرة أين الشموس الطالعة أين الأقمار المنيرة هذا كل إعداد إن الأنجم الزاهرة وما إلى ذلك حتى يقول أين أعلام الدين وقواعد العلم لاحظة ويؤكد هذا ويؤكد على العلم أنهم رموز رموز أعلام دين وقواعد علم ومشكاته أنوار ينبثق منها العلم نعم وكذلك يصدر منها العلم والعطاء والتفاني في الله عز وجل يعني إحنا الآن ما ندخل في بحث إذن لا بد أن يكون صاحب المشروع صاحب المشروع هو ما يتحلى بهذه العلم العلم وكذلك قواعد العلم ومظاهر الدين مظاهر الدين نعم إحياء للدين علم وعبادة وبصيرة وشجاعة وتفاني في الله هذا الشعر الذي الآن قريت الأبيات بشجاعة حيدر بمهابة أحمد صلى الله عليه وآله هيبة النبي صلى الله عليه وآله علي الأكبر لما نقرأ في شخصيته الدور الذي قام به عندما نزل وشفتاه يابستان في روايات أنه جاء ومص لسان أبيه الحسين يقول أن العطش قد قتلني ثقل الحديد أجهدني أن هؤلاء الطغات من بني أمية يقولون أنه نمنعهم حتى يموتوا عطشا هذا أساليب من أساليب بني أمية والشجرة الملعونة هذه التي إلى الآن جذورها موجودة التي لا يجري في غزة من المأساة من المأساة هذه امتدادات هذه امتدادات الآن ما يجري في الويلات من المجتمعات النكبات الإنسانية هذا من هناك من الشجرة الملعونة ولذلك الشجرة المحمدية النور المحمدي يمد شجرة الدين وكذلك شجرة الحق ونجد أن يمدها بالعلم بالنور بالتفاني بالعطاء ولذلك سيد الشهداء نقرأ في كتب السير وكتب المقاتل أول شخصية قدمها من الهاشميين علي الأكبر أول شخصية على أنه سيد الشهداء يبرهن عليه السلام بأنه شجرة الإسلام لا بد أن تسقى بالدماء الطاهرة لا تنموها أحسن الله إليكم لأنه الدين سوف يعتدى عليه الدين سوف ينهار ويمحق على يد بني أميه ولا بد له من تضحيات كبرى وهذه واحدة من هذه التضحيات النورانية التي نعيش عبق يعني ذكرها وصيرتها صلى الله عليه علي الأكبر صلى الله عليه وسلم عليه بالتالي هذه الوثيقة التاريخية سماحة الشيخ الذي حددها علي الأكبر للحياة والممات إنها إنما هي معلم لا بد أن نتفاعل معه لا بد أن نعيش معه للهداية نعم في قصصهم عبرة إن في قصصهم عبرة نعم نعم بالتالي فدور هذا الوعي لا بد أن يفعل في يعني يكون ثمرة من ثمارات مشروع الإمام المهدي صلى الله عليه وسلم واتهي إلى دولته المباركة لأن الإمام صلى الله عليه وسلم عليه يحتاج إلى كثيرا من هذه الثمرات من هذه السبل التي تقتدي بالنبي الأكرم صلى الله عليه وسلم وأهل بيته وبتلك الرموز الطاهرة موقعية الشهادة بين يدي المعصوم وأثرها في الحياة الدنيا وفي الآخرة نعم وعند ظهور الإمام صلى الله عليه وسلم أو في طريق الظهور يعني أستاذنا العزيز نحن نجد أن الحديث عن الشهادة حديث له باب واسع في القرآن في الروايات نلاحظ أن القرآن الكريم أن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم بأن لهم الجنة سايما معنا اشترى الله هو المالك هو القالق لكن هذا التعبير العظيم اشترى من المؤمنين بأن لهم الجنة نعم يقاتلون ويقتلون في آيات أخرى يقاتلون ويقتلون وعدا عليه حقا وعدا من الله عز وجل أمير المؤمنين في نهج البلاغ صلى الله عليه يقول أن الجهاد باب من أبواب الجنة باب من أبواب الجنة أعده لأوليائه أو لخاصة أوليائه فتحه لخاصة أوليائه على حدود تعبير الإمام باب من أبواب الجنة ولذلك الشهادة بين يدي المعصوم عليه السلام هذه إلهة بعد إلهة مقامها الرفيع والمعصوم إذا شهدك علي الأكبر صلى الله عليه السلام هو من هذه المشكات الطاهرة من هذه الأنوار الطاهرة والمعصوم صلى الله عليه يبين الإمام عليه السلام طوال هذا لا يخفى أنه أكو بعض الأحاديث أنه معصوم بالعصمة الصغرى بالعصمة الكبرى العصمة الفعلية عصمة تامة كذا كذا بعد قول المعصوم عليه السلام أشبه الناس بنبيك خلقا وخلقا ومنطقا ويقرأ الإمام هذه لا يبين هذا المقام العظيم هذا الشأن الرفيع ولذلك شأن الشهادة لعلي الأكبر صلى الله عليه يبين أن هذا الشأن أن التضحية في الله يسترخص لها كل شيء التضحية من أجل الدين هذه دمائي ماذا يقول الأديب أعطى الذي ملكت يداه إلهه حتى الجنين فداه كل جنيني وبعزة الأحرار خاطب نفسه يا نفس لا تهني في نصر الدين الله إن كان دين محمدا لم يستقم إلا بقتلي إياسي وفخدين إياسي وفخدين يسترخص عندها كل شيء من أجل الدين من أجل إحياء المبادئ قيم الإسلام حتى تبقى معالم الدين يبقى الإسلام وهوية الإسلام يبقى الحجاب تبقى الصلاة وتبقى العفة ويبقى القرآن ويبقى هوية الدين وتبقى هذه المعالم شامخة لها نورانيتها وتبقى رسالة النبي لها حرارتها نعم اللي أعدها رسول الله ما أوذي نبيك ما أوذيت ولا أوذي أهل بيت نبيك ما أوذي أهل بيتي نعم أن تبقى هذه مشعة يبقى نور النبي في عترته في سيرة هؤلاء الأبرار الكرام بالتالي من معالم نيلي شرف الشهادة بين يدي المعصوم صلى الله وسلم عليه أن السلام عليك أيها الشهيد وابن الشهيد أن المعصوم صلى الله وسلم عليه هو يبشر عباد الله بالشهادة كما نقرأ في سيرة علي الأكبر صلى الله وسلم عليه عندما استشهد أو وقع شهيدا قال يا أبتا هذا جدي رسول الله صلى الله عليه وآله قد سقاني بكأسه شربة لا أضمأ بعدها أبدا وهو يقول العجل فإن لك كأسا مذخورة بالتالي هي شهادة من معصوم لشهيد إلى معصوم حي صلوات الله نعم وابتالي إذا موقع الشهادة وموقع الشهيد هذه الموقعية موقعية علي الأكبر بين معصومين حتى في تبليغ ربما أمرا إلهيا أمرا معصوم ما الذي يعني سمعت شيء؟ يعني نحن عندما نتحدث عن تارة عن الشهادة وتارة عن الشهادة بين يدي المعصوم صلوات الله عليه عندما نتحدث عن علي الأكبر عليه السلام وعن هذه الشهادة ومن دلالاتها أنها تبين حجم الظلامة لهذا البيت الطاهر حجم الفادحة لهذا البيت الطاهر حجم الاعتداء العظيم الذي حصل لهذا البيت الطاهر أن سيد الشهداء خامس أهل الكساء خامس أصحاب الكساء فقتلت مقهورا وأصبح رسول الله بك موتورا قتلوه بالعمد المعتمد ويبين حجم هذه الفادحة حجم هذه الرزية أنه يقتل على يد أمة يدعون أنهم من أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أنا لهم الله شفاعة حتى هو هذه شهادة النبي صلى الله عليه وآله لا أنا لهم الله شفاعة وبالتالي هذا بمعلم عظيم للهداية نعم أن من يأتي ويزور على الناس باسم الدين نعم يتسنم مناصب باسم السياسة أحنا حديثنا مو هذا لكن كمواقع مرتبطة برسالة النبي هي بعيدة عن ثوابة الدين بعيدة عن قيم الإسلام لا تستند إلى الدين ولا إلى بيت النبوة علي الأكبر يكون رائد للحق فيصل بينه وبين هذه المدعيات هذه الشهادة هي تكشف ما يدلس على الدين هذه الشهادة وهذه الظلامة هي باب تقرع في وجه الطغاة والضالمين أنه هناك بيته نعتدي عليه من أجل الله من أجل القرآن من أجل إحياء شرع النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وبالنتيجة نرجع إلى سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه عندما يقول إنهم عدوا علينا إنهم دعونا لينصرون وثبوا علينا يقاتلون ويبين صلوات الله وسلامه عليه فكنتم أخبى الثمرة شجل للناظر وأكلة للغاصب ألا وإن الدعية ابن الدعي قد ركز بين أثنتين بين السلة والذل وهيهات من الذل بين خطاب الزهراء وخطاب المعصوم الحسين بين خطاب العام صلوات الله عليه بين الإباء بين سيدة نساء العالمين صلوات الله عليه التي دافعت عن الإمام عن ذخائر النبوة وهكذا علي الأكبر وهكذا علي الأكبر عليه السلام نعم دافع عن المعصوم نور متشابك نعم بالتالي تشرف بلقاء معصوم أكبر سيد الأنبياء وسيد المرسلين النبي صلى الله عليه وآله وسلم لينقل رسالة إلى معصوم خير وهذه أيضا في دلالات أيضا أن في الرجعة وأحد الوزراء هذه الشخصية الشخصية علي الأكبر صلى الله عليه وسلم فكيف سماهت الشيخ بالذي يستشهد بين يدي المعصوم المدخر الإمام المنتظر هذا إعداد هذا لابد له من إعداد هذا توفيق من الله ولذلك هذا دعاء الندبة اللي حضرتكم واللي نعمة من الله عز وجل هو هذا إعداد لدولته لنوره خريطة إعداد للالتحاق بدولته بركبه وبالشهادة بين يده وبالتالي هذه الرموز الطاهرة التي تمثلت في كربلا وتمثلت في رفع راية الحق في كربلا بين يدي المعصوم المحسن هي مشكات أنوار للدين يعني ما الذي يمثله انتهاك حرمة أولئك أصحاب البصيرة أمثال علي الأكبر هو اعتداء على رسول الله صلى الله عليه وآله اعتداء على الدين اعتداء على القرآن اعتداء على رسول الله النبي الأعظم صلى الله عليه وآله كما في صحيح مسلم كما في مسند أحمد بن حنبل كما في تاريخ ابن عساكر في كتب القوم علماء الجمهور النبي الأعظم صلى الله عليه وآله عند آية المباهلة عند آية المودة عند آية التطهير عند حديث الثقلين وهكذا في مصادر رحم الله العلامة الأمينة في الغدير والسيد حامد اللكهوني في العبقات رضوان الله تعالى عليه والسيد عبد الحسين شرف الدين وهكذا آية الله سيد الميلاني في تشييد المراجعات النبي الأعظم عندما يقف يقول أنا حرب لمن حاربه الله وسلم لمن سالمهم إنهم مني وأنا منهم لحمهم لحمي ودمهم دمي ولذلك قتل علي الأكبر عليه السلام قتل للدين قتل ومو فقط هذا أستاذنا العزيز اللي حارب العلماء والفقهاء خصوصا المراجع الدين وفكر أهل البيت وشيعة أهل البيت هذا أيضا اعتداء على الدين واعتداء على المقدسات أنت وشيعتك يا علي النبي الأعظم على منابر من نور على منابر من نور الفائزون يوم القيامة كما يبين النبي الأعظم اعتداد اللي اعتداء على هذا المشروع النبوي اعتداء على الدين اعتداء على لأنه شيعة أهل البيت عليهم السلام الذين لاذوا بالثقلين تمسكوا بالثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيته أهل بيته صلى الله عليه وسلم بالتالي المعاناة والمحن في سبيل إحياء هذا المشروع الرباني ما الذي يمثله وما أثره نعم سمعت الشيخ هذا الذي يمثله يمثل أولا لا بد البصيرة في الدين لا بد من النظر إلى أهمية الموضوع ولا بد من الاعداد لقضية تحمل هذه المسؤولية وهذه الثقافة وبيانها للناس أيضا لأنه نحن ماذا نعرف عن علي الأكبر شبابنا الآن مجتمعنا ماذا يعرف عن علي الأكبر عن هذه الشخصيات عن الدور الملحمي الذي قام به فقه علي الأكبر علي الأكبر عليه السلام أحد الرواة عن جده أمير المؤمنين ولذلك يعبر عنه بالمحدث في بعض كتب السير هو محدثا عن أمير المؤمنين عن جده صلوات الله وسلامه عليه هذه قضية نلتفت إليها ما الذي يعني ما الذي يجب علينا ما الذي يجب أن نهتم به ما الذي يجب أن نعد له لهذه الشخصية بما أنها تطل على مشروع الإمام المنتظر ودولته وثقافة الانتظار جعلنا الله إن شاء الله إياكم من الفائزين بهذه الكرامة الكبيرة ومن المقاتلين والمستشهدين بين يديه لمحمد وعليهم أجمعين إذن شكرا جزيلا لك على ما تفضلت بيون خصني الهجابة وأرجو دعائكم إن شاء الله أعجيكم الله كذلك أعزائي المشاهدين هذا شكر واصل إليكم إلى لقات أخرى نستطيعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة